شفنا من المباريات القوية جدا في ربع النهائي منتخب إنجلترا وسويسرا المنتخب السويسري اللي بيقدم نسخة مميزة جدا على غير التوقعات منتخب كان قادر أنه ييجي في المركز الثاني بعد ألمانيا في دور المجموعات ويتعادل مع منتخب ألمانيا كمان قدر في تمنى النهائي أنه يكسب منتخب نفرج على الماتش برغم الأداء القوي لمنتخب إنجلترا من بداية البطولة الغاية دلوقتي لكن كان أعتقد أن منتخب سويسرا كان قادر أنه يحسم الموضوع قبل أنه يوصله لضربات التربيح هو اللي ضاية بالضبط أنا عايز أقولك أنه مشواره بالبطولة كمان مشوار قوي جدا أنت تعادل مع ألمانيا في دور المجموعات تيجي في تمنى النهائي بتكسب إيطاليا أو 2-0 مش بتكسب اللي هو مكسب إخطف وجري بهدف وخلاص لا طبعا بأداء كبير جدا ومشرف ونتقدر تسجل هدفين إلى أن بتواجه إنجلترا عايز أقولك أنه قبل أنه نخش على إنجلترا على إيطاليا لأول مرة من 93 كان في تصفيات كاس العالم المؤهلة كاس العالم فإحنا بنتكلم في النسخة كانت قوية جدا لمنتخب السويسري في مواجهته مع منتخب إنجلترا أنت كنت متقدم 1-0 وكنت قادر أن أنت تحافظ على التقدم بتاعك ولكن يمكن نقول إيه اللي تخبرت بعض اللعيبة والتصرع بعض اللعيبة هو اللي خلى منتخب إنجلترا يرجع وبعد كده ضربات الجزاء تحسيم الأمر في بين كوسيم بيكفورد لأن إحنا عايزين نشير لو الصورة جاهزة معنا يريد نستعرضها حاجة كده لطيفة جدا شفناها قبل كده في مصر عن طريق أبو جبل إن بيكفورد كان ماسك إزازة مية فيها كل لعب في منتخب طريقة بالزبط ده بيجي من اليمين وده بيجي من الشمال لا ده عايز أقولك الموضوع أكبر كمان من فكرة إنه كل واحد بترمي في إن لا ده لو فيه لعيب بيعمل فنت وهو رايح يسجل ضربة الجزاء مكتوب إن اللعيب ده بيعمل فنت لو فيه لعيب بيعمل جمب صغير لا مكتوب إن اللعيب ده كمان بيعمل جمب بس أعتقد إن دي ما كانتش حاجة من الحاجات اللي بيبقى الآن منها أي حارس مرمى قدام منتخب إنجلترا في أي نهائي لأنه عارف إنه ونس إنهم وصلوا لمرحلة ضربات الجزاء خلاص هم من الثمانين لأن منتخب إنجلترا بقى 28 سنة متوفقش في ضربات الجزاء وما بيكسبش في ضربات الجزاء وكأن اللعنة فجأة تفكت أول ما حصل المباراة بالضبط عايزة أقول لك إن سويسرا خرج منه البطولة ودع ولكن هو مخسر شوال مباراة يعني حتى خروجه كان بالتعادل هو النتيجة الرسمية بتاعت المائة وعشرين دي في المباراة هو تعادل ركلات الترجيح هي اللي حسمتها بتصدي بيكفورد الأول ركلة الجزاء اللي هي أكانجي ودي الزاوية اللي كانت مكتوبة له في الإزازة لو نقدر نستعرض الصورة أنا معرفش استعرضناها فهو مكتوب حتى إن أكانجي بيشوت في الشمال الحارس أو يمين الجون ونفس الكلام في إعلام بيكفورد إزازة المائة بالضبط كده ومكتوب بتفاصيل دقيقة جدا لفكرة إن العيب بيعمل فنت وهو داخلي يسدد العيب بيعمل جومب وهو داخلي يسدد وهي دي ركلة الجزاء اللي قدرت ترجح كافة إنجلترا بالتصدي بيكفورد لضرب الجزاء أكانجي ويحسم تواجد منتخب إنجلترا في نص النهائي خلينا أقولك إن اليورو بشكل عام هو نسخة الحالية نقدر نقول عليها هي نسخة قوية وفي نفس الوقت يعني هي أدوار دور تلاقيه عالي جدا تهدفيا ودور تلاقيه ضعيف جدا تهدفيا يعني عايز أقولك إن اليورو في دور الثمانية النسخة الحالية هو دخل ثمان أهداف بس عايز أقولك من بداية الألفية في الألفين ما حصلش الموضوع ده خلص دي أقل نسخة تهدفية في دور الثمانية باستثناء يورو ألفين واربعة خلينا نشوف الإحصايات يمكن فيها لغة الأرقام بتوضح أكثر بالضبط نستعرض أرقام اليورو بشكل عام فعلا البطولة دي الأكثر مشاهدة أو الناس كلها متابعها بشكل حتى على السوشيال ميديا عندنا أرقام من يورو عشرين واربعة وعشرين نستعرضة نحن لغاية دلوقتي إتلعب 48 مباراة خلينا أقولك إنه دخل مئة وثمانية هدف هو مئة وثمانية هدف ده إزاي ما قلت لك هو لغاية مئة هدف قبل دور الربع النهاي كان معدل كبير جدا ولكن مع دور الربع النهاي دخل ثمان أهداف بس وهنتكلم عنها بتفاصيل بفكرة أن يورو ألفين واربعة بس وهو بالاشتراك مع يورو أربعة وعشرين أقل نسخة هدفية في دور الثمانية بثمان أهداف 215 كارت أصفر وده معدل كبير شوية خمس كروت حمراء نفس الكلام عايز أولك إليها هدف ده بيزيدوا لما بتحصل المنافسة تزيد طبيعي وخلاص إحنا دخلنا على الأمطار الأخيرة فالمنافسة أكبر وأكبر يعني الهدف كودي خاجبه تلت أهداف وعايز أولك هو اللعيب الوحيد اللي مستمر لغاية دلوقتي في اليورو كل اللعيبة المتساوية معا بالأهداف خلاص ودعت الأقصر صناع للأهداف لامين يمال أسبانيا وتشافي سيمونز منتخب هولندا تلت صناعة واللي اتنين موجودين معنا في نصف النهائي شباك نظيفة أناي سيمون حارس مارما منتخب أسبانيا وجورتون بيكفرد كل واحد مباراتين ولكن سيمون عايز أقولك أنه هو جلس على مقاعد بوداء في مبارات تلتة في دور المجموعات بعد أن منتخب أسبانيا حسم تأهله فلو كان شارك في المباراة دي كان هو الأقصر شباك نظيفة بتلت مبارات كمان أقوى خط هجوم منتخب أسبانيا ومنتخب ألمانيا 11 هدف ولسه كنا بنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل ولكن منتخب أسبانيا مستمر ومكمل معنا في البطولة وقدر كمان يقصي منتخب ألمانيا بهدفين أقوى خط تدفع منتخب فرنسا استقبل هدف واحد وعايز أقولك التاني أقوى خط تدفع هو منتخب أسبانيا دخل فيه هدفين بس هي إحصائيات بتبين لنا مدى المنافسة المستمرة في البطولة ورغب كده الكورة ملهاش كبير والكورة ملهاش كبير